بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم? كل ما حاجة تحصل في العالم العيال بتوع نظريات المؤامرة المتخلفين عقليا ربنا مبتلينا بيهم. دي الكرة الارضية. المفروض ان هي كرة ارضية. يقول لك لا يؤمن بالارض المسطحة. وان الارض عاملة زي طبق البيتزا. يعني هو الودة او الود والبت دي. يؤمن ان الارض عاملة زي طبق البيتزا كده او زي شطيرة البيتزا. فده يعني البشر مشاكلهم كثيرة وما بتخلصش. العيال اللي بيؤمنوا بالارض المسطحة. انا معرفش هما ليه بيؤمنوا بيها. يعني ايه المغزة? ان الارض تكون مسطح. ايه المغزة من كده يعني? ان الامريكان ما تلعوش الامر. وان الامريكان كدبين لما قال لك احنا طلقنا الامر. انا نفسي عارف ان يعني انا مصدق من جوايا ان الامريكان دولوا لا تكلب ما تلعوش القمر. وده مش هيفرق معنا في حاجة. صراحة هم مطلعوا وما تلعوش. لكن هم متقدمين تكنولوجيا وعندهم طيران وعندهم وهم اللي عمل الانترنت وهم اللي عمل الايفون وهم اللي عمل كل حاجة. وامريكا بلد اه هجرة العقول اليها. فامريكا دولة متطورة وهي الدولة اللي بتحكم العالم وعملتها هي عملة العملات وكل شيء. انت ايه اللي مزع عليك بقى ان الارض مسطحة ولا الارض مكروية? النهاردة هنتكلم في التخاريف بتاع العيال. وعلاقة نيبتون الحوت اه الله ياخده يخضوه ويغضبوه. نيبتون بتاع نظريات المؤامرة والتخلف بتاع نظريات المؤامرة على المتخلفين. اه انت مش هتستفيد حاجة ان الارض مسطحة ولا كروية ولا الارض عاملة زي اه يعني البطاطس المقلية. انت مش مستفيد اي حاجة من الكلام ده كله. اه طيب اه يعني ده ده شيء غريب. شيء غريب عجيب. اه المهم الارض دي لو كانت مسطحة. ماشي? احنا كده فين? احنا كده ده البحر الاحمر اهو. وده مصر وده السودان وده العراق. المهم. اوكي. انت مستفيد ايه لما تكون الارض مسطحة زي سطح? طب ايه اللي بيشيل الارض ما نعرفش? وان الارض لها قبة سماوية كده هو او سقف زجاجي كده هو والامر تقريبا هنا كده ومحدش يقدر يطلع برا الارض. انت مش مستفيد حاجة من الكلام الفارغ ده كله. على العموم اه الزلزال لما حصل هنا كده هو في المغرب المغرب اهي. زلزال حصل تقريبا هنا كده في مراكش وبعدين فيه اعصار ميشي 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 وجه هنا عند حدود ليبيا فضرنا. اه الدولة اللي اسمها المغرب ملهاش علاقة زلزال المغرب. يعني الدولة اللي اسمها المغرب يعني مش عدوة الامريكا. امريكا ليه هتعم هتستخدم سلاح هارب ضد ضد المغرب. يعني دي امريكا هنا هي. هتستخدم ليه سلاح هارب. دي امريكا. الولايات المتحدة الامريكية. هتستخدم ليه سلاح هارب ضد المغرب مع ان المغرب ملهاش علاقة بيها. يعني المغرب هي دولة حليفة مش حليفة هي دولة مطبعة مع اسرائيل. يعني اسرائيل اه دولة الاحتلال الصهيوني عاملة اتفاقية مع المغرب وفيه تطبيع فيما بينه. ليه هيستخدم ضد اصلحها هارب? ليه? طيب ايه المغزى من كده? اه تركيا وسوريا. اه شمال سوريا لو جيت هنا كده هو شفت فين شمال سوريا وتركيا. المنطقة اللي حصل فيها الزلزال هنا كده في ادلب. اه في شمال سوريا فوق وفي تركيا. انت استفدت ايه لما استخدمت سلاح هارب ضد تركيا وسوريا. عادي منطقة بيحصل فيها زلازل. اه طبعا هي حصلت كلها في المنطقة بتاع الشرق الاوسط. يعني يعني المنطقة دي كلها هنا كده تركيا. هنا كده سوريا. هنا كده ليبيا. اه هنا كده المغرب. المناطق اللي حصل فيها مشاكل كلها في الشرق الاوسط. بس ما فيش فايدة انك تعمل فيها زلازل باستخدام سلاح هارب. انت مش مستفيد حاجة. الماسونية مش مستفيدة حاجة. اه هم مش مستفدين حاجة يعني اعملوها في تركيا لان هي دولة ضدهم طب وليبيا ليبيا ولا لها ولا عليها ولا منها اي فايدة في الحياة دلوقتي والمغرب دولة حليفة ليهم طيب ايش المغزة من موضوع سلاح هارب ايش المغزة ما في مغزة ليش امريكا هتستخدم سلاح هارب على على يعني على الدولة اللي اسمها المغرب امريكا ليه هتستخدم سلاح هارب ما منه فايد ايش ايش المقصد ان هي هتستخدم سلاح هارب ايش المغزة من الموضوع ما في ليش هتحريبها طيب ما في هل هم في حالة حرب في حالة عداوة لا طيب ما تستخدم سلاح هارب ضد اه ضد الصين تيجي هنا كده ضد الصين اه ضد الصين هاي استخدم سلاح هارب ضدها واستخدم سلاح هارب ضد روسيا لان دول اعداء واستخدم سلاح هارب ضد كوريا الشمالية فين كده في كده كوريا الشمالية فين كوريا الشمالية هنا كده ماشي ده كوريا الجنوبية كبر الصورة كبر كبر لحد ما تظهر لك كوريا الشمالية اظهر يا بنت الكلب ظهرت كوريا الشمالية خلاص استخدمها على كوريا الشمالية واستخدمها على الصين واستخدمها على روسي لكن لا تستخدمهم ضد المغرب المغرب دولة ما لها علاقة بيهم ولا عملالهم مشاكل ولا في ولا هم في حالة حرب ولا هم في حالة عداء يقولك عشان المليار الذهبي ونظريات المؤامرة الواحد يرجع يقول الله يلعن نبتون الحوت الله يلعنه ويلعن البطن اللي حملت فيه من 2012 لحد 2025 واحنا مبتلون او مبتلين بنظريات المؤامرة العيال ولا دي الكلب بتاع نظريات المؤامرة العيال دول عيال معرصين وما ينفعش تمشي وراه فانت مش مستفيد حاجة من الكلام الفارغ ده كله ان الارض مسطحة وان فيه صلاح هارب وان فيه كائنات الجوفة ارضية وان فيه الكائنات الفضائية وانه بيستخدموا الهولوجرام عشان يمثلوا غزو فضائي العبعيال هو العبعيال وانه استخدموا بتاع ده الهولوجرام في احداث 11 سبتمبر كلام فارغ العيال دي بتستخدم طيب بتقلبها فيه في التفكير العيال المتخلفين انت مش مستفيد حاجة ان الارض كانت مسطحة ولا الارض كانت كروية بيقولك ان فيه اراضي بعد القطب الجنوبي يا راجل او القطب الجنوبي يحيط بالارض ان الارض مسطحة كدهو دايرة وانه انت فاهم وانه كيف نعملها دي ان كده حشدي وعملها كدهو ان الارض مسطحة وانه فيه قطب بتاع بيحط بيها كلام فارغ يا راجل انا لو جبت واحد مجنون وقلتلك ايش ايه انا استفدت ايه طيب انا استفدت ايه بقى انا استفدت ايه انا استفدت ايه من الكلام ده انا استفدت ايه ان فيه حاجة اسمها اراضي برا الاراضي اللي احنا سكنين عليها هو فيه ارض هنا وفيه ارض هنا وفيه الارض الاولى دي الارض الاولى وده الارض التانية وده الارض التالتة وده الارض الرابعة وده الارض الخمسة وده الارض الستة وده الارض السبعة يا راجل انت دقت بيك الدينيا خلصت المساحات الواسعة دي كلها الصحراء دي كلها عمرتها معلش انزليك كده الصحراء دي كلها عمرتها وخلصت الصحراء دي كلها وسكنت هنا وسكنت هنا وسكنت هنا وخلصت الصحراء رايح تشوف له الارض المسطحة خلصت شربت مية البحر مش مكفيهاك وشربت المية النهر مش مكفيهاك وريح تدور له على الارض التانية والارض التالتة وكلام فارغ وإيه لي تدب وسفالة العيال بتوع نظريات الارض المسطحة يلا 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 ي كمان. آآ كلام فارغ واللي تدب وسفالة. وفي كمان آآ بتاع ده معمل سيرن. سيرن اللي موجود هنا كده في في سويسرا. فين سويسرا دي? اطلع كده فوق في اوروبا. النمسا رومانيا. هنا كده سويسرا في النص. ما بين آآ ما بين النمسا وما بين. فين سويسرا? سويسرا اي. فيها معمل سيرن او مختبر سيرن. برضو مش هيعرف يعملوا بيه حاجة برضو. خليهم يلعبوا. آآ خليهم يلعبوا زي يلعبوا. انت هم مش مش هيعرف في عملوا حاجة. آآ او او مختبر سيرن او ابحاثر. فانت مش كل حاجة تسمعها تقول ترددها زي الحمار كده. آآ انه بيستخدم مصلحها. طب وسنة الفين واربعة الزلزال بتاع توسونامي. آآ او توسونامي في هايتي اللي حصل هنا في هايتي. فين هايتي دي? هايتي دي موجودة هنا في الجزر اللي موجودة في آآ هايتي تقريبا هنا كده. في في ماليزيا. في ماليزيا كده. دي ماليزيا ايه? فيه هنا ماليزيا. فيه هنا شوية زلازل كولا لمبور جاكارتا. فيه هنا كده. فيه هنا كده زلازل. فين الزلازل بطعها هيتي? فيه زلازل اللي حصلت هنا كده في الفترة دي. في في الفترة بتاع عالفين واربعة. فكل ما حاجة تحصل يقول لك آآ هما السبب آآ استخدموها. وطب وآآ وبرضو الزلزال اللي حصل في 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 زفت دي. شو اسمها? الدولة اللي حصل فيها الزلازل. وش اسمها? فين اليابان? اليابان التافها دي. اليابان دي كلها زلازل. من من الله خلائها كلها زلازل. طيب ايش دخلها ايش دخل امريكا فيها? امريكا بقت اله. بقت بتعمل زلازل وتعمل براكين. ماشي ممكن يدرق ممكن في حاجات اصطناعية. ممكن يحط امبلة نووية. ممكن يحط يفجر انابل في بركان. صح? ممكن يعمل حاجات زي كده. وحتى لو عمل زلازل ايش الغرض منها طيب? ابغافها مش الغرض منها. ما في غرض. هما مش في حالة حرب مع اليابان ولا في حالة حرب مع ليبيا ولا في حالة حرب مع تركيا ولا في حالة حرب مع سوريا ولا في حالة حرب مع ليبيا ولا ولا هما مستفيدين حاجة. مفيش استفادة من الموضوع. فين الفايدة من الموضوع? ايش? الناس دي الناس دي من امتى بتلعب كده? لما راح لما احتل افغانستان احتلها عشان فلوس. لما احتل العراق احتلها عشان قبر النفط ومليارات المليارات. هو هو لما بيتحرك بتحرك عشان فلوس او عشان فايدة. لما فجر نوردستريم واحد ونوردستريم اتنين عشان فلوس. كل حاجة هنا بيبقى لها اهمية او لها خطة. لكن ما فيش حاجة معمولة كده وخلاص. في مبدأ البراجماتية هو اللي بيمشي الدنيا كلها. ما ينفعش انت تقول ان الحياة ماشي كده وخلاص. الناس دي ما بتفكرش بطي بتقلبها زي العرب او زي الدول العربية المتخلفة. هم ما بيفكروش كده. الناس دول بيفكروا بمبدأ براجماتية نفعية. البراجماتية النفعية اللي بتحركه. بعدين يجي يقولك لا اصلا هي مش كرة ارضية. هي عبارة عن عبارة عن ارس بيتزا كده هو كبير كده ارس بيتزا وفيه كبة سماوية. كلام فارغ. كلام فارغ وعيال اولالات ادب وعيال سفلة وعيال الفرغين. نيبتون في برج الحوت هو اللي خلى الاشكال الوسخة دي تظهر في الصورة ويكون لهم صوت ونفع. سعال متخلفة. اه يعني لا داعي من الكلام على العالة بتاع الارض المسطح. دول شوية بهم وشوية غناء. طيب وعلماء المسلمين اللي قالوا انه الارض كروية. والى الارض كيف السطحات لا يمنع انها تكون كروية. انت ش استفدت من الكلام ده? ما ش استفدت? ما عندك علم ما عندك تطور. هم متطورين اكتر منه. انت مجرد واحد جاهل قاعد مسك الجوال وتقول للارض مسطحة. وبيستخدم اصلاح هارب ومش عارب. انت 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 بين ادم جاهل. وبيستخدم الهولوجرام في احداث 11 سبتمبر. انت بين ادم جاهل. انت بين ادم جاهل. والجاهل هيموتك. من كتر الجهل اللي فيك انت هتموت. انت هتموت ببطنك من كتر الجهل اللي فيك. ولو سألناك في التاريخ وفي الجغرافيا مش هتعرف حاجة. سنة الفين واربعة لما حصل اه البتاع ده بتاع التسونامي ده اللي حصل في في ماليزيا في في المكان ده. كان ساعتها اورانوس موجود في برج الحوت. اه وده يعني ده كويس او ده مؤشر فعلا ان اورانوس الحوت زلزال يحصل في البحر. لان اورانوس ده هو كوكب المفاجآت والزلازل وكوكب الحاجات الغريبة. وممكن مع مع الفترة بتاع اورانوس التور يزيد فيها الزلازل برضو. بس بس ده زلازل ارضية. يعني اورانوس التور صح ممكن يزيد فيها الزلازل الارضية بشكل عه. لكن انا ما اقدرش احطها في بلد معين. يعني لما اورانوس يدخل في برج التور ممكن يكون ليه علاقة بالزلازل بشكل عه. بس انا ما اقدرش اربطها بمنطقة معين. اربطها بليبيا ولا ربطها بسوريا ولا بتركيا ما نقدرش تمها امريكا بيحصل فيها عصير وبيحصل فيها بلاوي وامطار ومش عارف ايه هم نفسهم ليه ما حاموش نفسهم من هارب ليه كلام فارغ اللي تأدب العيال دول العيال ولا تكلب العيال بتوع نظرية المؤامرة دول العيال مش ولا تكلب ولا تستة وستين كلب ماشي والكلام معاهم لا يفيد عيال جهلة وبصمجية وبس يؤمنوا بالتآمر على العالم عندهم العجز الفكري العجز الفكري هو اللي بيخليك تؤمن انه في غيرك اله في الارض وان هو قادر على كل شيء طب ايش الفايدة طيب ايش الفايدة انا ما فهمت ايش الفايدة طيب ايش ايش الفايدة هم استفادوا ايه من حاجة زي كده هم بيعملوا حاجة كده وخلاص لازم بيبقى لها جزء من الخطة ايه بقى الخطة بقى خطة المليار الذهبي فين بقى المليار الذهبي فين هو المليار الذهبي لو مات الف واحد او ميت الف او مليون مش هيأثر على عدد سكان الارض لو مات خمسة لو لو قتلت كل سكان دولة دولة من الدول اللي في افريقيا عدد سكان ليبيا كم ليبيا دي فيها سكان فيها كم فيها خمسة مليون ستة مليون ليبيا ولا مدري كم لو انت جيت هنا كده هو باللون اللي سود وجيت كده على ليبيا دي مساحتها من الخريطة ماشي ليبيا دي كده اي مساحتها من الخريطة كده هو الارض نقص نقص منها كم نقص منها 10 مليون 20 مليون 100 مليون طيب ده مش رقم كبير ولا حاجة الارض يسكنها 8 مليار 8 مليار طبعا انت ما بتفهمش 8 مليار دي يعني 8000 وبعد ما كلمة 1000 دي حط مليو يعني المليار هو 1000 مليو طيب فانت تقول لي لما حش منهم 10 مليون يبقى انت كده طبقت نظرية المليار الذهبي لا يا بابا انت لازم تعمل مجاعات اكبر لازم تعمل حروب اكتر وقل لي مين هم المليار اللي انت عايز تبقيه اي مليار بالزبط انت محتاج تيجي عالصين دي كده تحوش منها يعني تحوش منها سكان كتيرة ماليزيا دي فيها ناس اندونيسيا دي فيها اركام مهولة محتاج تيجي على قارة اسيا دي لان هي اكبر سكان العالة تمسح لي منها شوي تمسح لي كده من الصين شوي عشان توصل لنظرية المليار الذهب احزف لي من الصين نص مليار ولا مليار احزف لي من الهند مليار احزف لي من دي مش عارف خمسمائة مليون من اندونيسيا ولا مدري ماليزيا ومصر شيل منها تمانين مليون وسوريا دي بيدهب الكامل وتركيا دي شيل منها برضو الاعداد اللي فيها انت عشان توصل للمليار الذهب وامريكا دي فيها ربعمائة مليون شيل منهم ميت مليون اقتل منهم ميت مليون خلي تلتمية خلي مية اللعب عيال هو كتكيت ولا فراخ انت عاد بتقتل فيهم يا بشر بشر امرهم جريب وافريكا دي ايش ايش لازمتهم في الحياة افواه تأكل ولا تنتج ايه لازمت افريكا دي يمسحها برضو مع الخريطة وتعالى الاتحاد الاوروبي يمسح برضو يقتل الناس يعني عشان تبقى المليار الدهبي اللي انت عايز تبقى كيف تبقى مليار في الارض كيف هتقتلهم يعني كل اللي اخدوا اللقاح هتقتلهم يعني طيب برضو مش هتوصل للمليار الدهبي لو قتلتوا كل اللي اخدوا اللقاح كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ وإيه اللي تدب وسفالة عيال دي اهال فاضية عيال متخلفة والكلام معهم مضيعة وقت اه نظريات المؤامرة دي بشكل عام ما لها تطبيق لحد دلوقت على ارض الواقع يعني ما لها تطبيق على ارض الواقع بشكل عام طيب لما تطبق على ارض الواقع بعدين يبقى نتكلم ان شاء الله ماشي فالله يعين والله يعين الواحد على المتخلفين الله يعين وبس شكرا ده رأي حول العيال بتوع السلاح هارب والارض المسطحة وهجوم الكائنات الفضائية والمليار الدهبي اوكي لما ان شاء الله لما يقتلوهم نبنقول ان هم عملوا ان هم نجحوا لسه ما قتلهمش والارض بيسكنها تمانية مليار نسمة خلاص تمانية مليار نسمة انت محتاج تقتل سبعة مليار طيب احنا لسه ما قتلناش سبعة مليئ لما تقتلهم ما بقى تعالى كلمنا كيف هتقتلهم يا راجل التموات لالفين ولا مئة الف ولا مئتين الف في الزلزال هو ده اللي هيقتل الناس بالتدريج يعني متى هو حاطط الخطة دي سنة الفين وثلاثين يعني يعني هو حاطط الخطة دي سنة الفين وثلاثين هيبقى على الارض واحد مليار بس والله احنا مستنين نوصل لحد الفين وثلاثين ونشوف هيقدر يوصل ولا لا الله اعلم يعني يمكن يفشخ الناس ما الله اعلم الله ورسوله اعلم يعني انا نفسي ذات نفسي اقول لك الله اعلم على العموم لما يدخل بلوته في الدلو ممكن يبقى فيه خوف لان بلوته ده كوكب التسمم وكوكب الموت برضو فحنا ما نعرفش بلوته ده ممكن اعمل يعني انا جاني بفكرة ان انا اعمل عن بلوته الدلو ده بلوته الدلو وقتل البشر او او ابادة البشرية ونظرية المليار الدهبي خلاص بقفل الفيديو ده وعمل فيديو تاني اما نشوف اشتركوا في القناة